السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا في كل مكان متابعة كناة مستر احمد علي المصري رب تكونوا بخير وفي اسعة حال الحقيقة الفيديو ده لحبيبنا طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية اللي لو ينخشوا على الثانوي الصنايع الحقيقة الثانوي الصنايع سكة غير الثانوي العام والحقيقة في ناس بتتفوق وبتخش كليات الهندسة وبتخش كمان المعهد الفني للقوات المسلحة كنا تكلمنا قبل كده يا شباب في فيديو خاص بالشعب بتاعة سنوي الصنايع سواء خمس سنوات او ثلاث سنوات تتكلمنا عن الشعب والتخصصات بتاعة صنايع الثلاث سنين وصنايع الخمس سنين النهاردة ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم ان شاء الله عن التخصصات التي يقبلها المعهد الفني للقوات المسلحة من الثانوي الصنايع سواء ثلاث سنين او خمس سنين تمام كده يا شباب عشان سيادتك لما تخش ان شاء الله سنة والصناية تبقى سيادتك عارف ان شاء الله لو حابب تخش المعهد الفني للكوات المسلحة تبقى عارف اول تخصص اللي بيقبله هذا المعهد بس بس ازان حضرتك لو اول مرة تشاهد القناة شرفني بالاشتراك وبتنساش تفايل الجرس عشان ان شاء الله يجي لك كل جديد واتشار الفيديو لكل حبيبك وجرانك وعريبك وصحابك عشان الكل يستفيد وشرفني كمان باللايك وتعليق لطيف جميل منك عشان ان شاء الله اتشجع ان انا اعمل فيديوهات تانية نرجع بقى للفيديو بتاعنا الجميل اللي هنتكلم فيه ان شاء الله عن التخصصات اللي بيقبلها المعهد الفني للكوات المسلحة من السنوي الصنايع سواء 3 سنوات او 5 سنوات تمام كده يا شباب طيب اول حاجة عشان سيادتك تبقى عارف انا عندي قسمين مهمين جدا هو اللي بيقبل منهم المعهد الفني للكوات المسلحة قسم قهرباء وقسم ميكانيكا دول القسمين الوحيدين اللي بياخدهم المعهد الفني للكوات المسلحة سواء كنت صنايع 3 سنين او 5 سنين طب تعالى بقى نشوف التخصصات المختلفة اللي موجودة في قسم كهرباء او قسم ميكانيكا وبيقبلهم طبعا الايه المعهد الفني للكوات المسلحة نبص بقى على التخصصات بتاعتنا بتاعت كهرباء وبقى لكده التخصصات بتاعت ميكانيكا ربنا وفقك يا شباب وكل واحد ينول اللي يتمنى استأذنك ما تنساش بقى اللايك عشان تشجعنا نعمل فيديوهات تانية ان شاء الله طب تعالى نشوف بقى التخصصات بتاعت قسم كهرباء طبعا التخصصات الكهربية اللي هي حاسبات الكترونية هندسة كهربية هندسة الكترونيات إصلاح وصيانة المعدات الكهربية تراصل شبكات كهربية أجهزة قياس كهربية أجهزة كهربية سيانة مصاعد نقل وتوزيع أنظمة صناعية عدادات تلفزيون إلكترونيات صناعية كهربائي أجهزة سيانة أجهزة طبية وطبعا خريج المدرسة الفنية التجربية المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات بالإسماعيلية دي بتقبل في هذا المعهد أما عن تخصصات ميكانيكا اللي بيقبلها المعهد الفني للقوات المسلحة إيهي التخصصات يا مستر بوسيا سيدي هندسة ميكانيكية ميكانيكا صيانة وإصلاح تركيبات ميكانيكية حدادة تشكيل معادن برادة خراطة التشكيل على الماكينات لحام جرارات سيارات طباعة زينكوغرافيا محركات سفن تبريد وتكييف معاملات حرارية سباكة معادن أجهزة دقيقة محطات قدرة مشغولات كيمياء صناعية تكنولوجيا إنتاج جرارات وآلات زراعية معدات ثقيلة معدات نقل ورفع ميكانة زراعية معادن دقيقة رسوم وتصميم نقل بري نقل بحري ملاحة نهرية نقل نهري طباعة ديزل ومعدات ثقيلة هندسة بحرية هيدروليكا ميكانة وتشغيل سفن تشغيل مكتبي تجديد وتشطيب طباعة أوفيس طباعة سلك سكرين مصايد وملاحة وفنون بحرية بناء سفن تمام كده يا شباب يبقى دي تخصصات اللي بيقبلها المعهد الفني للكوات المسلحة من الصناعي اللي هو طبعا قسم كهرباء وميكانيكا وقلنا التخصصات المختلفة لحد هنا يا شباب الفيديو بتاعنا انتهى ربنا نوفقك يا شباب وكل واحد ينول اللي يتمنى كان معكم مستر أحمد علي وانتظروني في فيديوهات جديدة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة